لأي مدى ساعد تحيين الترسانة القانونية التي تضبط عمل الأجهزة الأمنية في الرفع من الفعالية وتقديم جميع الضمانات الحقوقية وبالإمكان مثلاً أن نستدل أستاذنا علي بالقانون 27-14 الخاص بالاتجار بالباشرة كذلك فإن محاربة الاتجار بالباشرة 14-27 الذي صدره بتاريخ 25 أغوش 2016 كان بمثابة لبناء مهمة مكنت المصالح المكلفة بمحاربة هذه الجريمة من تقوية وتعزيز قدراتها في مجال محاربة الشبكات وكذلك من أجل حماية الضحية المحتملة للاتجار البشر كذلك هذا القانون في صياغته اعتمد على مبادئ عامة لقانون الاتجار البشر من منظور دولي خصوصاً ما جاء في بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال أي الفعل والوسيلة وغرض الاستغلال وفي هذا الإطار فإن الدورات التكوينية والتكوين المستمر والورشات التي يشارك فيها ضبط شرط القضائية المكلفون بالبحث في هذه القضايا فيتأخذ بعد الاعتبار مقاربة حقوقية في التعامل مع الضحايا